موسيقى من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشاليم القدس من واصل طبعا حديثنا في هذه الدراسة وأنا موجود في مكان كتير كتير مهم وبنوا كنيسة تخليدا وتكريما لهذا الحدث اسمها كنيسة الدمعة طبعا بدخول المسيح إلى أورشاليم بموكب واحتفال عظيم وهتفات الجماهير وصلنا لابن داود هو شعنا آه خلص الآن بدخوله إلى أورشاليم وقف المسيح في هذا المكان ورث وبكى على أورشاليم طبعا هذه ليست المرة الأولى قبل هذه المرة لما أرو أبنية الهيكل وابتدأ الرب يسوع يتنبأ على أورشاليم عن خرابها وعن دمارها اللي تم في سنة سبعين ميلادي قال أورشاليم يا أورشاليم يا رجمة الأنبياء والمرسلين كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع ادجاجة فراخها ولم تريدي هو ذا يترك لكم بيتكم خرابا هذه المرة في وسط احتفال الجماهير المحتشدة حول الرب يسوع والموكب الضافر إلى درجة أن المدينة ارتجت كلها قائلة من هذا؟ قالوا قالت الجماهير إنه يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل وسط هذا الاحتشاد وقف يسوع وبكى على أورشاليم وقال هذه العبارة لو علمتي ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادقي هذه الدموع أحبائي دموع كفارية فدائية كابن الإنسان المسيح لم يذرف دمعة واحدة على نفسه لكن بكاءه كان دايما تجاه البلدة العاصية وتجاه الجماهير المحتاجة وعلى فكرة بكى المسيح تلت مرات والتلت مرات كانت في جبل الزيتون في الجهة الشرقية من الجبل بكى عند قبر العازر وفي هذا المكان بكى على أورشاليم المتمردة العاصية وفي بستان جد سمان أسفل هذا الجبل بكى طبعا قبل الصليب لأنه كان يجاهد ويصارع حتى صارت قطرات عرقه قطرات دم من هذا المكان قال يسوع لو علمتي ما هو لسلامك أليس عجبا رئيس السلام يدخل مدينة السلام ولم تعلم ما هو لسلامها قال أيضا هذه العبارة لأنك لم تعرف زمان افتقادقي في زمن افتقاد وأعظم افتقاد هو دخول المسيح نفسه رئيس السلام إلى هذه البلدة لكنها أهملت كانت المشكلة مظاهر التدين الخارجي والرياء عند اليهود المتدينين وأيضا طبعا عدم الإيمان بالمسيح يسوع والرفض الكامل ولسيما في الأسبوع الأخير بعد هذا الدخول المنتصر طبعا ابتدأوا رؤساء اليهود أن يخططوا بقتل يسوع المسيح عاوز أختم بهذا الشيء دموع يسوع الكفاري الفدائي اللي بكى على الإنسان هي نفس العيون اللي بيتكلم عنها سفر الرؤية عيناه كلهيب نار للقضاء في فرصة لكل واحد منها وإذا أنت بتشاهد هذه الحلقة أنا بشجعك أنه فعلا في زمن افتقاد واليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم تعال وإقبل يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر